لم يترك مارتن جريفت للحكومة الجديدة فرصة لاستعادة أنفاسها إثر الهجوم الإرهابية الحوثية ومحاولة الغتيال الجماعية لأعضائها عقب وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أيام وقام المبعوث الأممي نهاية الأسبوع الماضي بزيارة إلى عدن بعد يوم واحد من لقائه بالرئيس هادي في الرياض لكنها لا تبدو في نظر كثيرين تضامنا حقيقيا مع الحكومة أو للاطلاع على حجم التأثير الذي أحدثه الهجوم الإرهابي الحوثي عليها ورفع توصيات للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحوثيين وداعمة للشرعية وفي بيان عقب إنهاء زيارته لعدن قال المبعوث الأممي إنه ناقش مع الحكومة فرص عملية السلام وشدد على ثبات التزامه بدعم اليمن في إنهاء هذا النزاع بشكل شامل ومستدام عبر تسوية سياسية يتم الوصول إليها عبر تفاوض وأشهد جريفث بحسب البيان الذي وزعه مكتبه بثبات أعضاء الحكومة في أعقاب الهجوم بمطار عدن وأعرب عن أمله في أن يمثل وصول الحكومة بداية للتعافي بعد عام محفوف بتحديات وعلى الرغم من عدم جدوى التحركات الأممية وتقسد الطابع الروتيني على الرحلات المكوكية والزيارات الاعتيادية لجريفث إلا أن زيارته في هذا التوقيت للعاصمة المؤقتة عدن أتارت أسئلة حول أهدافها وأجندتها ولماذا بدت للكثيرين محاولة منه لاستغلال وضع الحكومة وإرباكها إلى حين غرة ليحصل منها على ما يريد فيما يتعلق بمسودته للإعلان المشترك وهل حمل أي جديد في زيارته الأخيرة إلى عدن أم تقير كعادته بالحديث المعلب عن السلام في المقابل هل نجح في إرباك الحكومة والحصول منها على موافقة رسمية أم أنه صار صوانة مكررة ومحفوظة وعديمة الجدوى والتأثير من وجهة نظر السلطة الشرعية في تفاصيل زيارة المعلن عنها جرت تركيز إعلاميا على سلسلة اللقاءات التي عقدها المبعوث مع رئيس الحكومة الشرعية ووزير الخارجية ومحافظ عدن والاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بمطار عدن جراء الهجوم الذي استهدف الحكومة قبل أسبوع وربما أن الجديد الذي حمله وتأكيده على دعم الأمم المتحدة لعملية التحقيق في الحادثة وقرب وصول فريق من لجنة الخبراء إلى عدن لتقديم الدعم الفني الكامل في عملية التحقيق أما الهدف الأساسي للزيارة الأممية إلى عدن فكان هو لمناقشة الأعلان المشترك الذي فشل في إحراز أي تقدم في الحصول على موافقة عليه منذ نحو عام بما يتضمنه من وقف شامل لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل